موسيقى مساءكم الله بالخير مشاهدين الكرام مساء مفعم برائحة القهوة المسائية الزكية تنساب بين نسمات شرقية عذبة مع أمواج البحر الهادئة لتسكن قلوب متابعين الكرام أينما كانوا إذن في المساء يطيب الحديث مع نخبة من ذوي الرأي والخبرة والاختصاص لإيجاد الحلول للمساء التي يصعب علينا حلها وعلى البعض منا وفي برنامج حديث المساء كما تعودتم نقدم لكم ما يهم المجتمع وما يلامس المجتمع من أهم القضايا إذن من يود من خلال برنامج حديث المساء التعبير وكذلك المشاركة إليكم منصات التواصل الاجتماعي الموضحة أسفل الشاشة إذن مشاهدين الكرام كما ذكرت بأن برنامج حديث المساء دائما يلامس قضايا المجتمع ويلامس ما يهم المجتمع من قضايا إذن موضوعنا اليوم في برنامج حديث المساء مهم ويجب أخذه على محمل الجد لأنه موضوع مرتبط ارتباط مباشر بمستقبل أولادنا وبمستقبل الجيل القادم إذن موضوع حلقتنا أعزائي المشاهدين سيتكلم عن المدارس الخاصة من أجل أن ندخل بجو الموضوع علينا أن نتابع هذا المشهر التمثيلي حتى نناقش مع من يتوجد معنا اليوم من أصحاب الرأي والاختصاص ابقوا معنا أستاذ خالد أستاذ خالد يمكن تعطينا عشر دقايات من وقتك أهلاً أبو سعيد تفضل تفضل لا هلا ولا وسهلاً خير يا أبو سعيد بلاك تنازع وبينا الخير وأنتوا هني هل يوقع المؤدل الدراسي لآخر السنة 65 من أخولي ولدي سعيد شو باجي لعلى يرسل مزين ليش ما راجعتنا من قبل توك ياهي في نهاية الفصل الدراسي وليش ما تواصلتوا أنتوا وياي ما واصلتكم وياي مجرد تبون الفلوس أو الاقصاد عخر الشهر منو قال ما تواصلنا وياك وشنا تواصلنا وياك أكثر من مرة ما تواصلت انت ما رديت علينا تواصلتوا وياي مرة واحدة بس ولي كنت مسافر ليش ما تصلتوا المرة الأولى والثانية والثالثة أكدوني ولا بس هو أعذركم أنكم اتصلتوا فيني وطولا تواصلتوا مزين الحين شو المطلوب المطلوب أنكم تتصلوا بكل اللي خبيتوا مني وين كلامكم على المستوى التعليمي وين هذا كله هاي مجرد كذا وينها بفلوس يا الحرامية انت بس تقعد وراح نتفاهم أنا ما بيقعد ولا بيأتكلم وياك أول شي بسويه أني أطلع ولدي من هاي المدرسة وين وثاني شي؟ وثاني شي راح اشتكع عليكم في الوزارة حسبي الله ورحم الوكيل فيكم فيكم إذن كما تابعنا هذا المشاهد التمثيلي الخاص لبرنامج الحديث المساء إذن أرحب بضيفي لهذا المساء في الأستوديو الأستاذ رائد النعامي مستشار قانوني إذن أستاذ رائد أهلا أستاذ اليوم يعني موضوع أعتقد يلامس المجتمع ويلامس الأباء وأولياء الأمور صحيح موضوع المدارس الخاصة والمدارس الحكومية أعتقد الآن نحن في هذه الفترة أصبحنا أكثر ربما كتحضر أو حتى كتمدن أصبح ولي الأمر يعني يطمح بأن يضع ابنه فيما ربما مدرسة ذات منهاج أسترالي أو أمريكي أو حتى بريطاني صحيح ويعني يبتعد على المدارس الحكومية ذات التعليم الحكومي أو التي ينطبق تحتها منهاج وزار التربية والتعليم صحيح بالنسبة لهذا الأمر كبداية ما الفرق لو نأتي بين المدارس الحكومية والمدارس الخاصة شوفي هو بالنسبة للفرق بالنسبة للتعليم وقوة التعليم أو المنهاج أو الأمور هذه الكليات هو الفرق في الأساس الذي يوضع لأجله موضوع المدارس الخاصة نحن عارفين هنا الدولة فيها أكثر من 200 جنسية تعيش والحمد لله رب العالمين في تناغم فحرصا من الدولة على التنويع وعلى أن كل جالية أو كل مجموعة تستطيع حتى لو احتاجت بمنهاج مقتص فيها إنها تتعلم من خلاله فأعطوا مجال ليكون فيه أكثر تنويع ومشان يكون فيه أكثر منافسة فهو من حيث المبدأ كدراسي يعني إحنا ما نجيب مثلا واحد بنقول على سبيل المثال إذا كان منهاج حكومي مخلص تنوية عامة هل هو مستوى أقل أو أكثر من واحد مثلا من نهاج استرالي أو من نهاج أمريكا وكلهم لازم يكونوا في نفس المستوى كويس يختلف المنهاج صحيح لكن كلهم لازم يكونوا في نفس المستوى فلا يوجد فرق بالنسبة للتعليم لكن المناهج تختلف بالنسبة للتخصصات والدول اللي حاب يكمل فيها في الدراسة إلى آخره لماذا يولي الأمر يلجأ إلى المدارس الخاصة في حال أن هناك منهاج تعليمي مقدم من الحكومة السبب في عدة أسباب من ضمن الأسباب أنه في بعض الأشخاص اللي بيكون مثلا على إقامة خاصة أو كذا والآخرين فهو مضطر أن يروح لجهة التعليم الخاص لكن الأكثري يعني أعطيك مثال على سبيل المثال في إمارة أبوظبي على سبيل المثال في أكثر من 189 مدرس تقريبا فيها أكثر من 200 ألف طالب ربعهم مواطنين نعم في المدارس مثلا في إمارة دبي على سبيل المثال في تقريبا حوالي 329 ألف طالب ثلثين هم مواطنين فهي ما لها علاقة يعني بالأساس من موضوع الجنسيات لكن اللي بيصير أولا إذا كان أنا على سبيل المثال مفكر أني خلي ابني يدرس مثلا في أمريكا نعم فيفضل أني أخذ أنا منهاج أمريكي مدرسة ذات منهاج أمريكي بيوفر عليه وقت بيوفر عليه جهد ويكون مرتبط حتى ما يكون فيه فجوة ما بين الدراسة لما يخلصها في البلد هون ويروح على بلده يأخذ دراسة ثانية نعم هذا السبب الرئيسي اللي هو عشان فقط لتجسير الهوة ما بين المخرجات اللي بدأت يدخل عليها اللي هي الجامعة وما بين التعليم اللي هو عشان يظل في نفس الجو نعم أستاذ رائد في بعض الآباء عندما يسألون السؤال لماذا أنت تبعث أبنائك إلى مدارس خاصة الجواب البعض منهم يقول نحن نستثمر في أبنائنا صحيح يعني ما رأيك بهذه العبارة نحن نستثمر في أبنائنا كلام صحيح هل في المدارس الحكمية لا يوجد استثمار في الأبناء أو في البطالة هو أنا بجوز من الأشياء اللي لاحظتها وهي على فكرة يعني هي ظهر تقريبا تكاد تنفرد فيها الدولة أعتقد جازما بأن مستوى التعليم ومستوى توفير الخدمات اللي موجود في المدارس الحكومية أعلى بكل تأكيد أعلى من المدارس الخاصة بكل شفافية سواء من ناحية إعداد المعلمين أو اختيار المعلمين أو حتى من ناحية المدارس وتطوير المدارس والمناهج اللي موجودة فيها لكن اللي بيحصل إنه زي ما حكيتك لما فتحوا مجال للمدارس الخاصة أول شيء كنوع من الاستثمار هو فيه نوع من البزنس بشكل أو بآخر لبعض الأشخاص وممكن توظف فيه الشيء الثاني زي ما حكينا إنه تنويع المناهج أعطوا مجال أكثر لكنه الاستثمار في المدارس الحكومية لا يقل بالعكس خرجت من عندنا المدارس الحكومية أشخاص ذو كفاءات عالية مشهود لهم ومعروف عنهم بالنسبة لرسوم الدراسية رسوم الدراسية تتفاوت على حسب المدرسة وعلى حسب مكانتها لكن بالنسبة بما أنك استدراء المستشار قانوني هناك بعض رسوم دراسية باهظة جدا هل رسوم الدراسية تأتي تحت مظلة مثلا منظمة معينة أو حتى مؤسسة تحدد هذا السعر الدراسي أو الرسم الدراسي بالنسبة لهذه المدرسة؟ شوفي هو بالنسبة للرسوم اللي بتحددها دائما الجهات المختصة أو الرقابية هي اللي بتحدد الرسوم لكل مدرسة الخلاف مش على رسوم إنها عالية تستطيع أنك تأخذ بعض الرسوم مدارس قد تكون رسومها أقل لكن يبقى مشكلة أنه بعيد عنك قريب منك إلى آخر لكن الخلاف ليس على ارتفاعها أو انخفاض الرسوم الخلاف الأساسي هل أنت بتأخذ قيمة من المدرسة الخاصة؟ أنه أنا بعتبره بالنسبة لي كقانون هو عقد بين متعاقدين أنا لما بحط ابني في هذه المدرسة أنا بستثمر فيه مقابل عقد مقابل مبلغ معين أنا أتأمل مقابل هالمبلغ اللي دفعته أن يكون عندي مستوى بالنسبة لابني يحصل عليه مقابل المبلغ اللي دفعته عرفت كيف؟ في جهة كثيرة قد يحصل في مدارس كثيرة أنا قابلت ناس وشكولي من هذا الموضوع إنه المستوى لا يعادل المبلغ المدفوع بالنسبة للمدارس قد يكون إما العائق الأكبر على التعليم على أهل نفسهم أو في بعض الأحيان قد يكون مستوى التدريس أو المدرسين عفوا المنهاج واحد مع لي خلاف مستوى المدرسين فبعض الناس شكولي إنه قد يكون النفس الأستاذ مش فاهل من المنهاج أيوه في بعض المدارس الخاصة ويحصل هذا الأمر مع الأسف كويس فهل أنت بتأخذ قيمة المبلغ اللي دفعته أو اللي ما أخذته نعم هنا الإشكالية اللي بتصير بالنسبة للمدارس وبأنه يدفع رسوم باخذة وليست هناك بمخرجات لهذا الطالب صحيح فهل يستطيع بأن يعني يرفع مذكرة أو حتى يرفع موضوع معين حتى أنه يعني يعني يطالب باسترداد بعض المبالغ أو حتى أنه ينقل ابنه من هذه المدرسة إلى مدرسة أخرى شوفي هذا كويس كثير السؤال يعني رائع جداً اللي أنت طرحتي لأنه أكثر الناس بيجهلوه بالنسبة للعقود في كل الدولة وفي كل الدنيا هي شريعة المتعقدين ويصح لأي شخص تضرر من هذا العقد أنه يطالب بحقه هذه ما في عليها خلاف مهما كان نوعه سواء علاج سواء تعليم سواء أي شيء بغض النظر لكن بالنسبة للتعليم قامت والحكومة هنا عندنا من فضل الله دائماً بتحاول بقدر المستطاع إنها تطور منظومة التعليم بحيث أنها تتوافق وتتواكب لأنه عفواً حضارة الأمم كلياتها ترتبط بالأساس بدءاً من التعليم عشان أقول أن هذا المجتمع متطور أو غير متطور فيبدأ من التعليم الآن شو الأساسيات اللي إحنا نستطيع نعتمد عليها أولاً ما نستنى لغاية ما يجي الطالب بآخر السنة والله تعال هاي المدرسة قسرت أو أنه كان فيها لأنه عادةً بيكون الاتهام متبادل الأهل بيقولوا أنه المدرسة قسرت والمدرسة بتقولوا أنه الأهل مش عم بيتعاونه ومش عم بيتواصل ونحاول تواصل معه عشان يشوف اثنين بيشكوا من بعض لكن في حالة أنك أنت كولية أمر شفت أنه الطالب عندك عنده نوع من النقص أو مش عم بيأخذ المستوى اللي هو أو مش عم بيصحصوا على الشرح على أقل الآن في مواقع موجودة في كل وزارة التربية والتعليم تستطيع أنك تقيمة مدرسة تقيمة مباشرة تدخل عليها من بيتك من خلال تلفون من خلال أبليكيشن اللي موجود تقدر تتواصل معهم وتحط التقييمات التربية سواء هيئة المعارف أو أي جهة رقابيلا تختلف من إمارة إلى أخرى أو وزارة التربية والتعليم نفسها بتتواصل مع الأهل بتطلب منهم تقييم للمدارس يجب أنه الناس تتشارك فيه وتتواصل معه الشيء الثاني يستطيع الشخص أن يتقدم حتى إلى الجهة الرقابية في منطقته بشكوى إذا كان وجد بأنه قد يكون فيه نوع من التقصير أو فيه مشكلة معينة أو فيه شيء وحتى في اللحظات الأخيرة أو المشاكل الكبرى لا تمنى أن ما تحصل عند حد يمكن لجوء للقضاء حتى ما فيه أي شيء بيمنع وذيما أنت تفضلت هل من الممكن أن أحصل على حقك؟ طبعاً ممكن تحصل على حقك وتعويض فوقه كمان إذا كان ثبت تقصير من جهة ما فيه سؤال نحاب أن أسألك يا أستاذ رائد في حال تخلف ولي الأمر عن دفع الرسوم أو أقصاد الدراسية هل في هذه المرحلة من الدراسة الطالب يمنع من الدراسة أم يكمل حتى نهاية العام الدراسي؟ لا هذا السؤال كمان كثير منك منتاز أنك طرحته لا هو التربية والتعليم أو الجهات الرقابية لموجودة هون أصرت على أنه لا يوجد حتى لسبب عدم دفع الرسوم حق للمدرسة بإيقاف الطالب عن التعليم لكن يحصل في بعض الأحيان أنه مثلاً إذا كان مشترك في باص على سبيل المثال تستطيع أن المدرسة تلجأ إلى إيقاف الباص أنه لا أنت مش عم تدفع رسوم المواصلات مثلاً في بعض الأحيان تلجأ إلى أسلوب اللي هو أنه شوف العقد شخص متعقدين الطالب مبني يكونه الضحي في هذا الموضوع يدفع الثمن إذا كان العقد فيه أحد الطرفين أخل فيه زي ما إحنا منقول على المدرسة فيه لوم كمان على ولي الأمر إذا لم يستطع الالتزام لأنه فيه جهات كثيرة ممكن تتساعد وإلى آخره لكن ولي نفطر قد يحصل مع الأشخاص بعد الأحيان لكن إما أنه بيلجأ لا تفاوض مع المدرسة وبيحاول قدر ما استطاع أن يقصت وأكثر المدارس عندها مجال وأكثر الناس بتقصت قد يكون في عنده شهر ذيقة معينة أو الآخرية أو تعرض لظرف لكن في حالة أنه لغاية نهاية الدوام لغاية السنة الدراسية لو انتهت في بعض الأحيان مثلاً إذا حاول ينقلوا لا بيطلبوا منه أن يدفع المبالغ فبيكون هو عبارة عن فقط من ناحية إدارية وبتكون بتخص ولي الأمر وليس الطالب إذا الطالب لا يمنع من أي دراسة ويكمل دراسة نهائياً ولا يوجد بأي شكل ولو صار بأي شكل من الأشكال أنه مدرسة أو أستاذ لأنه مدرسة ما أعتقد أنه إدارة معينة تجهل هذا القانون لكن قد يكون سمع من أحد الأشخاص أو من أحد الموظفين في المدرسة أنه لا تيجي بكرة على الدوام عشان ما في عندك ما دافعين لفلوس لا يتقدم بشكل هذا الموضوع بكل شفافية نعم أستاذ رأت فيه سؤال كذلك آخر هذا الوالد دفع الرسوم الدراسية وكانت أقصاد مثلاً دفع الأقصاد نصف العام فبقيت أقصاد نصف الآخر لكن هذا الطالب تعرض لوعكة صحية أو لمرض معين فنصف الآخر لم يذهب به إلى المدرسة هل على الوالد ملزم بأن دفع باقي المبلغ؟ هل شوفي هنا إحنا دخلنا في موضوع قانوني وليس على الأعلاقة وكثير بالموضوع التعليم يعني خليه بالك نحن من يجل زيلة بيأخذ تذكرة الطيارة وبأخر لحظة ما بيركبش بدون ما يعتذره بدون ما يكبه هو أخذ مقعد في الأول الأخير حتى لو أنه ما أطلع في الطيارة نفس الشي هذا الطالب يعني أخذ مكان آخر إحنا لما نروح على مدرسة بيقولك العدد اكتمل فما في مجال فقد يكون حصل معه لكن في بعض المدارس ممكن يتفاوض معهم ينزلون من مبلغ لكن كعقد وشريات متعقدي من حق المدرسة تأخذ نصوم السنة إلا إذا راح هو في بداية الفصل الثاني طلب أنه أنا بدي أوقف ما راح يقدر أكمل للطالب إذن ممكن أني ما أكمل نعم إذن أستاذ رائد موضوع المدارس الخاصة موضوع كبير جدا بالفعل ودائما الأب والأم يحرصون من أول خطوات الأولى بالنسبة للطفل بأن يطمحون بأين سيضعون أطفالهم إذا كانت فيه رياض أطفال وكذلك حتى في مرحلة دراسية أعتقد موضوع اختيار المدارس واختيار المنهج الدراس الذي سوف يدرس فيه الأبن موضوع مهم جدا بالفعل هذا المنهج أو حتى هذه المدرسة هي التي سوف تحقق مستقبل أبناء ومستقبل جينة نعم كلمة أخيرة أستاذ رائد شوفي الأهل عليهم دور في البداية بأنه يشوفوا توجعوا ابنهم في أطفال بيبدأ عليهم النبوغ والتمييز من سن مبكرة الحمد لله رب العالمين الدولة عندنا هنا كمان اهتمت في هذا الموضوع وعملت لبعض الأشخاص المتميزين مدارس خاصة فيهم بحيث أنها ترعاهم وممكن يستفاد بينهم حتى تأخذ بيدهم من الصغر إلى الكبر لكن نحن نتكلم هنا عن منظومة متكاملة المنظومة المتكاملة فيها أكثر من خلال قد يحصل المنظومة المتكاملة هي عبارة عن توافق ما بين التلميذ المتلقي ما بين المدرسة التي تعطي وما بين الأهل الذين يرعون في نفس الوقت كلهم بيوصلوا لنفس الهدف إذا في منظومة أو في خلال صار في أحد الأطراف بهذه المشكلة زي ما تفضلت قد يكون وعكة صحية ما بنقدر نعمل شيء هذا الشيء خرج عن ردتنا لكن اللي أنا بدي أتكلم عنه أوجه دائماً الكلام فيه خصوصاً في المدارس الخاصة بالذات كما بنكلم عن المدارس الخاصة إنه قد يكون فيه خلل كثير من الكثير أصلت شكاوي ووصلتني بأن المستوى الذي يقدم في بعض هذه المدارس قد لا يكون بالمستوى المطلوب فهذا اللي إحنا منحاول قدر المستطاع لكن كمان لا نخفف من إلقاء اللوم على الأهل من ناحية المتابعة والأمور أو حتى المطالب في حقوقهم إذا شافوا هذا الكلام نعم أستاذ رائد النعيمي لكل الشكر على التواجد دائماً تلحفنا باستشاراتك القانونية الجميلة جداً ودائماً حاجة المساة متلأ لأبك شكراً لكم شكر موصول لجميع المشاهدين كمان شكراً لكم صحباً إذا مشاهدين الكرام لنا عودة لاستكمال حلقتنا لكن من بعد هذا الفاصل نكمل وتبقى من برنامج حديث المساء بقوة معنا رجعنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا الفاصل مستمرني في موضوع حلقتنا لهذا اليوم ومعنا المستشار التربوي والنفس بأستاذ طلال درويش أهلاً بك في برنامج حديث المساء إذن قبل أن نبدأ حوارنا مع الأستاذ طلال نذكركم مشاهدين الكرام بأرقام تواصل برنامج حديث المساء الموجودة أسفل الشاشة لطرح أسئلتكم واقتراحاتكم وكذلك ما تريدون أن تشاركوا في موضوع حلقتنا لهذا اليوم إذن نستاذ طلال موضوع المدارس في الشق الأول من الحلقة كنا نتكلم بناحية قانونية نحن نحتاج بما أن نتكلم عن المدرسة ونتكلم عن التعليم دائماً يلاحق مفردة التعليم دائماً التربية وبما أنك ما شاء الله نخبة أو من النخبة في مجال التربية وفي مجال الاستشارات النفسية كذلك أعتقد بأن التعليم الخاص والتعليم العام يعني هنا نأتي إلى مفردتين ونظامين ربما يكون هناك نظام مطبق أقصد التعليم العام تحت مظلة وزارة التربية والتعليم وكذلك التعليم الخاص تحت المظلة لكن ربما يختلف المنهاج فيكون منهاج مختلف لكن من الناحية النفسية ومن الناحية التربوية أستاذ طال أترك لك المجال بسم الله الرحمن الرحيم أولاً مساء الخير مساء النور والحمد لله على السلامة الله يسلمك بعد هذه الغيبة أستاذة عائشة طبعاً لا شك قبل ما أبدأ بالإجابة على السؤال سمحيني بس بشيء من التنويه نعم أنه بعيد الحلقة الماضية اللي كانت تناولت موضوع الأخطاء الطبية نعم اتصل بأحد الأصدقاء الأطباء العزاء ويعني أبدأ شيء من عدم الارتياح لطرح موضوع الأخطاء الطبية نعم ويعني أكد لي في المقابل أو في التواصل أنه يعني قلق الطبيب المستمر على صحة المريض قبل وأثناء العملية وبعيد العملية وأنه موضوع الأخطاء الطبية يعني موضوع شبه غير موجود نعم طبعاً نحن لا شك نقول دائماً عندما نسلط الضوء على بعض الأخطاء في أي مجال من المجالات أو ننتقد بعض الأمور لا يعني على الإطلاق بل الأكس نشيد بجهود العاملين في هذا المجال نحن طبعاً كنا نتكلم عن المجال الطبي لكن هذه الأخطاء موجودة أنا اليوم اليوم فيك حديث جانب سمعت من بعض الناس أخطاء طبية واضحة جداً عندما ننبه لهذه الأخطاء الهدف من ذلك هو تلافيها للوصول إلى شيء أخر لمجتمع أرقى أستاذ طلال وكذلك موضوع حلقتنا لهذا يوم نحن لا نستطيع أي نظام نعم أربط بحديثنا لليوم نحن اليوم عندما نتكلم عن المدارسة الخاصة وقد نتناول في البرنامج بعض السلبيات وبعض لنقل المشاكل الموجودة هذا لا يعني التقليل من شأن المدارسة الخاصة أنا أقول بداية أن التعليم وشبهه بطائر لا يطير إلا بجناحين نعم المدارس الرسمية الحكومية والمدارس الخاصة والمدارس الخاصة لها دور كبير في هذا المجال أكي وهناك مدارس على جانب عالي من الكفاءة ومن المهنية وتعتبر صروح علمية نعتز بها ولو لأن الحديث عن أسماء بعض المدارس يعتبر دعاية لذكرت بعض المدارس لكن نقول لك بشكل عام إنما نحن نعاني بعض المشكلات في التعليمين العام والخاص وهذه ندركها جميعا أكي وينشكوا منها الطلاب وأولياء الأمور والمعلمون على حد سواء فلذلك الآن عندما نتناول موضوع الجانب المدارس الخاصة هذه المدارس هي مكملة للتعليم العام نعم وهي دورها دور ريادة كما قلت ولا يمكن أن نقول أنها بديلة عن التعليم العام بل هي رديف له هذا الشيء لا بد منه نعم وبهذه المناسبة هنا أوجه تحية محبة وتقدير إلى زملاء المعلمين الأفاضل الذين يبذلون جهود جبارة حقيقة وأنا أدرك هذا الأمر تماما وأقول لهم ومعلم وكفى بكل معلم شرفا وقد بعث النبي معلمة نعم أعرفت أشرف أو أجل من الذي يبني وينشو أنفسا وأقوله ماذا نقول في حق المعلم نعم كل الكلمات كل الأشعار كل النثر لا يفي المعلم حقه لذلك نوجه لهم التحية نوجه لهم التقدير وللإدارات لأولياء الأمور لجميع العاملين ونقول أننا عندما نناقش أي قضية هدفنا الأساس هو الارتقاء بالعملية التربوية والتعليمية لتواكب ما تقدمه الدولة نعم حقيقة أنا أقول دائما وأذكر للطلاب دائما ما تقدمه الدولة من إمكانيات للتعليم وللطالب إمكانيات غير عادية نعم من مدارس حديثة من كتب من وسائل متطورة من أجهزة من أمور ودائما أقول لطلاب كذلك من أنظمة تعليمية أستاذ طرال كذلك المعلم يدخل عدة دورات تدريبية يدخل عدة يعني ورش تعليمية حتى في فترة الإجازات المعلم يدخل والطالب يكون في فترة الإجازة نعم نعم نحن نتكلم عن منظومة تعليمية عالية منظومة تعليمية يعني إذا كان في بعض المؤسسات تأتي بخدمة الخمس نجوم لكن في وزارة التربوية والتعليم في الحقيقة هناك أو بعض الوزارات الأخرى في الدولة كذلك تأتي بمنظومة السبع النجوم نعم هناك تعليم حقيقي نعم حقيقة هناك جهود كما قلت جبار وهناك يعني هناك أموال كبيرة تصرف في هذا المجال نعم وأنا أعلم ذلك أنت الآن تذكرتي موضوع التدريب لا شك أن موضوع التدريب أيضا يعني يأخذ جهد كبير من الوزارة نعم وتركز عليه الوزارة تركيز كبير للارتقاء بالمعلمين إلى الحد الذي يتمكنون فيه من العطاء طبعا نحن في كل مجال حتى في التدريب هناك نقطة دائما نذكرها نريد أن يخرج هذا التدريب ما دمنا الآن نتكلم عنه ليصب في مخرجاته تكون تنعكس على الارتقاء بواقع الطالب نعم نحن دائما نركز على أن الطالب هو محور العملية التربوية أن كل الجهود التي تبذل والتدريب هدفه الطالب فينبغي دائما أن نرى هل هذا التدريب انعكسه فعلا على الواقع على مستوى الطالب أين الثغرات ماذا نحتاج من الأمور التي ينبغي أن نركز عليها ودعيني الآن يكون كلامي مفتوح بشكل أن نركز على ضعفة دافعية للتعلم عند الأبناء هذه مشكلة نعاني منها لا ينبغي أن ندفن رؤوسنا في الرمال كالنعامة هذه مشكلة ينبغي وهذا ليس مشكلة المعلم وحده ولا مشكلة إدارات المدارس هذه مشكلة الطالب مشكلة الأسرة هناك شيء من يعني هذا موجود عند كثير من الطلاب لا بد أن نركز على تعزيز الدافعية للتعلم تعتقد بوسائل كثيرة تعتقد أستاذ طلال بأن قلة الدافعية بالنسبة للطالب أتت بأن الأمور جميعها مسهلة للطالب أصبح يحصل للطالب على ما يريد بسهولة فجعلت من الطالب أن أكثر يعني الدافعية لديها قليلة لا يبادر لا توجد هناك تعزيز للدافعية لديه هذا الموضوع تعتقد يعني هذه القضية تحتاج إلى حديث طويل ربما نحن نتناولها في محاول خلال الموضوع أستاذة عائشة يعني طول اليوم الدراسي هذا يشكل عبء كبير على الطلاب أنت معا ضد طول اليوم الدراسي أنا معا ضد ضد طول اليوم الدراسي حتى في الدول المتقدمة ربما يمكن كان في العام الماضي جاءت وزيرة التعليم في فنلندا وفنلندا تعتبر من الدول المتقدمة جدا في التعليم ففي حوار محا قالت أنه نحن ربما نكون من أقصر يعني من أكثر أقصر دول في العالم في فترة لكن عندهم في تفعيل يعني في تفعيل يعني تقول الطالب عندما يكون في الحافل إلى المدرسة يبدأ العملية التعليمية عنده طبعا بوسائل مبسطة وربما تكون مناسبة طول اليوم الدراسي هذا أنا اليوم كنت في حديث مع أحد الزوالاء وهو تربوي وقدير يقول لي أنا لدي بنت والبنت ذكية يقول كانت يتكلم عن اللغة العربية كانت تحفظ يعني بيتين من الشعر أو أربع بيات خلال عشر دقائق يقول أنا أمس كنت في معها ساعة ساعة ونص لم تستطع حفظ هذه الكمية قال وأنا حاول تحفيظها غفت ونامت يعني الطلاب يشعرون بالإرهاق ويشكون من ذلك أيضا نحن نعاني من هذه المشكلة طبعا هذا يتكلى يعني ممكن يتوازى فيه التعليم العام والخاص لكن في التعليم الخاص أكثر ربما هذا إضافة إلى ما يترتب على المعلم من أعباء كثيرة إذا جئنا لموضوع المعلم من اجتماعات من دورات من تكليفات فيقول لبعض الزملاء المعلمين وأنا أعرف ذلك تماما أنه والله يا أستاذ أنه أحيانا لا يتسنى لنا تناول الطعام نكون جاهزين طعام لا يتسنى لهم من كثر ما عنده التزامات إذن نحن أستاذ عائشة ينبغي أن نبحث عن كل العوامل ونحن عندما ننتقد سلبية معينة لا ننتقد جهة بعينها أكيد أكيد أنا أقول مني أنا الآن وإلى كل المعنيين يعني لا نقول ندين أحد لكن نحن نشعر أننا جميعا في حال التقصير نحن نطمح للارتقاء نطمح للارتقاء إذا كنت أرى الآن أن الجهود التي نقوم بها لا تصل إلى النتيجة المعنية لازم أراجع والله أستاذ رائد بالحقيقة أنا موضوع ربما كذلك أنا أم ولدي أطوال نعم ربما قبل سنوات عندما كنت في مرحلة الدراسة عندما نصل إلى المنزل الأطفال يتناولون وجبة الغداء مع والدين نعم الآن لا الطفل يوصل البيت ربما الساعة ثلاثة أو الساعة ثلاثة ونص وخلاص فترة يعني هاي ربما يدوبنا تعبان يدوبنا ياكل حتى وينام شوي ويريح وبعد يكمل دروسه نعم فوجبة الغداء أو حتى الترابط الأسري حتى الاجتماع الأسري الاجتماعي يعني هذا الأمر جعل من طول الدوام الدراسي أمر يعني ربما يفكك يعني أغلب وجبة الغداء من أكثر الوجبات التي تربط بين العائلة نعم يعني الجميع يتحاور مع الأبناء الأب ماذا فعلت في دراستك الأم كذلك والأم تتناقش مع الأبناء هذا الأمور هذه الجلسة العائلية افتقدناها بالحقيقة إذن أنا الآن أتكلم من زاوية كمعلم كما تربوي وانت الآن تتكلم من زاوية ربة أسره نعم هذه المعاناة موجودة نلاحظها بأبنائنا نلاحظها بطلابنا نعم أنا أجد أن كثير من الطلاب أحياني مراقبهم نايم 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 يعني بحالة نايم اثنين إلى أنه في بعض الطلاب حتى نأخذ على كل الزوايا يعني بعض الطلاب نأتي إلى الطلاب أنفسهم نعم طول السهر أحيانا طول السهر يعني مع الدوام أحيانا في بعض الطلابها طول السهر يأتي في اليوم التالي مجهد تماما فيعاني الزملاء المعلمين في هذه الناحية معاناة كبيرة إذن أنا هنا عندما أتناول هذه الناحية ربما الآن انتقت طول اليوم هذا يعني التربية كوزارة أو خلينا نقول كجهات أخرى معنية بالمداز الخاصة أو مراطق تعليمية أنا الآن هنا أيضا أقول دور الأسرة لا أبرأ أحدا الأسرة أيضا لن يكون إشرافة على الأبناء ومتابعتها لهم الدور على الطالب أيضا الإحساس بالمسؤولية وأنه أنا علي واجب وعلي أمر لازم أن أكون يعني معني فيه مثل ما تفضلتي أنت أيضا تعزيز للطلاب هذا الحمد لله موجود الآن في كثير من دارس تعزيز وربما أحيانا نحن أحيانا يعني بجوز نلاحظ أن تعزيز زائد عن حده يعني الطلاب أحيانا يشعرون بأن الأمور المكافأة والتعزيز كثير يعني لكن هذا لا بد منه يعني إذا ما دمنا الآن دائما نوازن ما بين أمرين ما بين محاسبة المسيء والمقصر وبين تحفيز وتعزيز الطالب المجتهد يعني دائما نوازن بين هذين الأمرين عندما يكون الطالب مقصرا ننبه لتقصيره ونظهر ذلك وعندما نفس الطالب ربما يكون قام بمبادرة جيدة نحن نشد على يده ونشجعه سواء في الصف أو في الطابور أمام زملائه بشهادات تقدير بهدايا رمزية بنجوم كما يفعل للطلاب الابتدائي يعني أشياء تكون معنوية نعم بالنسبة للكثافة الطلابية في المدارس ربما في بعض المدارس يكون هناك كثافة طلابية تمنع التعلم أو حتى تعيق العملية أو سير العملية التعليمية نعم يكون هناك تتكدس في عدد الطلاب هل هناك بالنسبة للفصول الدراسية عدد معين في كل فصل ويجب أن لا يتعدى هذا العدد والله أنت الآن وضعت يدك على مشكلة فعلا نعاني منها نعاني منها في المدارسة الخاصة وفي بعض المدارسة زيادة عدد الطلاب إلى حد أحيانا تجد في الصف 30 أو 35 طالب ربما أكثر يعني كيف تتصور الآن أن يقوم هذا المعلم بمتابعة كل طالب وأن يعني يرتقي بهم ويرى مشكلاتهم وواجباتهم وما إلى ذلك ربما طبعا في نسبة معينة لكن أحيانا ربما يعني بقول لك والله ما في مجال فتح شعب جديدة أحيانا ضيق المكان أحيانا كذا لكن إذا أردنا الارتقاء ورفع سوية التعليم والارتقاء بأبناننا لابد أن نحاول ضبط عدد الطلاب بحد معين يتيح للمعلم متابعة كل طالب ورؤية مدى تقدمه أو تراجعه نقاط الضعف نقاط القوة وضع برامج أمام هذا العدد كبير المعلم يجب كذلك المعلم أستاذ طلال كذلك بالنسبة للحصص الأسبوعية وحصص النصاب الأسبوعي بالفعل بحلقة اليوم نتكلم عن جميع شراحة المجتمع عن المعلم وعن الطالب حتى عن الهيئات التعليمية والدراسية المعلم لديه ضغط كبير يعني إن كانت في مؤسسات الحكومية أو إن كانت كذلك في مؤسسات تعليمية الخاصة لديه ضغط كبير يعني إذا كان المعلم ربما 26 حصة أو 24 حصة بالأسبوع يعني شيء مش طبيعي وعدد طلاب كبير الآن هذا النصاب اللي تتفضل فيه الآن 24 أو 26 ضيفي له أسبوعيا ما لا يقل عن 6 أو 8 حصص أو 8 ساعات ما بين اجتماعات وما بين اجتماعات القسم واجتماعات المدرسة بشكل عام وكذا ويأتي أحيانا وكذلك الإشراف على خروج الطالب وإشراف على خروج الطالب المناوبات يعني المعلم معبأ تعبئة كاملة قلتلك وبعيد الكلام مرة ثانية والله قالوا لي بعض الزملاء أنه أحيانا لا يتسنى لنا تناول طعام الفطور يعني كيف لك الآن بالمعلم أو معلمة يبقى 7 أو 8 ساعات وما يعني ما يتناول شيء من الطعام مثل ما تقولي يعني يسد روانكم فهذه النقطة فعلا مشكلة هي نعاني منها ولذلك لابد لابد مثل ما تفضلتي الآن اللي هي أيضا موضوع حصص أو نصاب المعلمين أن يكون نصاب معقول منطقي يتيح للطالب أو للمعلم عفوا شيء من الراحة شيء من يعني يجدد حتى يجدد نفسه للمتابعة فأيضا هذه النقطة يعني نأمل أن سواء في الوزارة أو في المدارسة الخاصة المدارسة الخاصة ربما يكون العبء أكبر نعم وأضيف إلى ذلك العبء الناجم عندما تأتي هيئة الرقابة أو هون يكون استنفار كامل وبالتالي يعني يطلب من المعلمين أشياء ويشعر المعلم أنه فعلا يعني أمام زحمة التزامات وبالتالي يعني وينجم عن ذلك وربما يمكن الآن ننتقل من نقطة إلى نقطة تحميل بعض إدارات المدارس المعلمين سوء نتيجة اللجنة علما يقول لي بعض الزملاء وأقول أن الكلام من تجربة يعني من بعض الزملاء قالوا لي يا أستاذ والله نحن نقوم بعملنا بكل شيء مطلوب مننا تماما طيب أنا شو ذنبي الآن إذا في ظروف ما الطلاب غيره غيراته الأمور هاي ساهمت بأنه التقييم لم يكن بالمستوى المطلوب حتى أنه بعض المدارس تلجأ إلى إنهاء خدمة بعض المعلمين بعد التقييم وهذا شيء من الظلم نعم أنه أنت الآن كإدارة كمدير بشوف أنه مدى أداء هذا المعلم مدى التزامه مدى عطاءه مدى متابعته لطلابه نحن لا نملك النتائج في كل شيء بحياتنا على المرء أن يسعى إلى الخير جهده وليس عليه أن ينال المطالب وكذلك حوارنا اليوم أستاذ طلال كما نوهنا في بداية الحلقة وكما نوهنا في بداية الحديث بأن حوارنا وموضوع حلقتنا اليوم حتى نرتقي بالمنظومة التعليمية وحتى نرتقي بأبنائنا وحتى يكون مستقبل أبنائنا مستقبل جميل نير نرى فيهم ما تعبنا فيه ونحصد ما جنينا إذن أستاذ طلال كلمة أخيرة قبل أن ننهي هذه الفقرة من حيث انتهيت أكمل والله يا سيدتي لا يتمنى إنسان لأحد أن يكون مثله أو أحسن منه إلا ابنه وإلا طالبه أنا عندما أرى طلابي وطالباتي في مواقع معينة مهندسين وأطباء وأنا في نماذج منهم الحمد لله أراهم الآن الحمد لله هذه الغراسة التي غرسناها يعني آتت أكلها والله يشعر المعلم بسعادة غامرة ولعلها أجمل ما في هذه المهنة رغم كل المعاناة التي فيها ورغم كل الإرهاق والضغوط التي في الحياة فما أقوله الآن أنني أتمنى لأبنائي الطلبة ومناتي الطالبات التوفيق والنجاح وأن يكونوا إن شاء الله في المستقبل نجوما تتلألأ وأن يسهموا في بناء وطنهم وخدمة مجتمعهم ويرد الدين لهذه الدولة الطيبة التي والله ما قصرت بشيء يعني ما تقدمه الدولة أعود فأقول وأكرر وأنا إن شاء الله صاد في كلامي أن ما تقدمه الدولة من عطاء في هذا المجال والله يستحق التقدير والثناء أستاذ طلال سعيدة بتواجدك اليوم معي سعيدة بهذه الهبسات وهذه الموضات التربوية الرائعة شكرا لك شكرا لك ومهما قدنا نحن مقصرون نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا جميعا إلى ما فيه الخير إلى عمل الخير وإلى خير العمل وشكرا لك إذن مشاهدين الكرام ما زلنا متابعين في برنامج حديث المساء لكن ننتقل إلى فاصل قصير ومع هذا الفاصل نقبل ما تبقى من موضوعنا لهذا اليوم في برنامج حديث المساء أرجعنا لكم مشاهدين الكرام من بعد هذا الفاصل نستكمل حوارنا ونستكمل موضوع حلقتنا لهذا اليوم موضوع المدارس الخاصة والمدارس الحكومية ولماذا يلجأون أولياء الأمور إلى المدارس الخاصة أو حتى إلى المدارس الحكومية إذن سعيدة بترحيب ضيفة الأستاذة عيشة البيرق عضو في مجلس أولياء أمور الطلبة وطالبات في مدينة كلبا أستاذة عيشة سعيدة بهذا اللقاء بما أن الحوار يجب أن يكون في نهايته مع ولي أمر ومن يخص بأولياء الأمور أستاذة عيشة ماذا يجعل أو لماذا يلجأ الأولياء الأمور إلى المدارس الخاصة وترك المدارس الحكومية أو لماذا البعض يختار المدارس الحكومية ولا يبعث أبناء المدارس الخاصة سبب اختيار مدارس الخاصة ومدارس الحكومية أولا مساكم الله بالخير ثانيا الإجابة على هذا السؤال أن المدارس الخاصة يمكن لديها تقدم أفضل الطرق والسبل للدراسية لدى الطالب والراحة من ناحية تعليم الطالب أو من ناحية راحة له خاصة أنه في مراحل الأمرية الدراسية الأولى لدى الطفل في الكيجي وان تحسي أنه في إقبال كثير من أولياء الأمور لدى الطالب نعم تفضلت أستاذ عايشة بأن مرحلة رياض الأطفال يكون الأولياء الأمور يطمحون لوضع أطفالهم للمدارس الخاصة هل في هذه المرحلة هل هي استثمار في هذا الطالب أم أنه فقط الموضوع ظاهرة فقط وأنه يجب أن أضع طفلي أو ابني في هذه المدارس الخاصة بداية بصراحة كان الموضوع الأول كان التركيز على الطفل نعم في بداية المراحل الأولى للمدارس الخاصة كان التركيز على الطفل في إداء الطفل أنه بنطلع الطفل فأفضل ما يكون تعرف في مخرجات تعليمية باللغة بكل شيء في التميز في كل شيء لدى الطفل يكون لما الولي الأمر ينظر يقول شوف والدي أنا أحسن أفضل ما شاء الله عليه بدأ يتعلم الكلمات الأجنبية والأشياء هذه أما الآن خاصة الجيل هذا اللي حين صار عندهم مثل ما تقولي تباهي أو تنافس نعم يعني خاصة الجيل اليوم الحين هذا التباهي أستاذ عاش تعتقدين هل يؤثر على الطفل ويؤثر على هذا الابن وهذا الطالب في المستقبل نحن ربما قد يكون ولي الأمر إذا أوضع ابنه في هذه المدرسة الخاصة بهدف التباهي وبهدف الظاهر كمظهر اجتماعي وكمستوى معيشي حتى يبين لأقانب أني أنا مقتدر ماليا وأضع ابني في هذه المدارس يعني ربما تكون هذه المدارس الخاصة وهذا الاختلاط مع الأجانب قد يفقد الهوية الوطنية ربما أو قد يفقد اللغة من خلال هذا التداخل المدرسي نعم هناك في نعم هذه النقطة التي تكلمت فيها وصرحتها فعلا نقطة مهمة جدا في أولياء الأمور الله يرضى عليهم يتباهون بهذا الشيء عندي أنا ببني في المدرسة الخاصة ولكن ما يركز على أهمية تعليم ابنه أهمية أداء ابنه التعليمي يعني أنا بأخرج ابن واعي لهذا الشيء ما يركز على تعليم الواعي لا يبقى بس تباهي أمام أولياء الأمور الآخرين وهذا الباب هذا خطأ مخرج خطأ نعم لكن بالنسبة لهذه المخرجات ربما بالحقيقة يعني هناك كذلك بالنسبة للقطاع العام أو التعليم العام في المدارس الحكومية بالنسبة لمرحلة رياض الأطفال هناك حصص أو هناك دروس تقدم للطفل في اللغة الإنجليزية من مرحلة رياض الأطفال يعني هنا نحن الطفل قد يتعلم اللغة الإنجليزية كذلك في المدارس الحكومية لكن هنا يأتي إلى الوالد ويأتي إلى الأم هل هم يريدون وضع الطفل في هذه المدرسة إن كان ذات منهاج أجنبي حتى موضوع التجسير حتى يكمل المرحلة الجامعية على حسب الجامعة التي وضعوا في مخططاتهم بأنهم سوف يكملون أبنائهم في هذه الجامعة أم أنه فقط موضوع يعني كظاهرة اجتماعية هنا نأتي لموضوع التوفير أو حتى لموضوع بأن بعض أولياء الأمور قد يعني يحملون نفسهم الحمل رسوم الدراسية حتى يضعون أبنائهم في هذه المدارس هل أنت توافقين هذا الشيء؟ بداية كان مثل ما قلنا تفضلنا قبل مسبقا أن الأمهات أولياء الأمور ركزوا على أنهم ينشؤوا أبنهم طفل واعي لهذه الأيام اللعية الجيل أما اليوم مدارسنا الحكومية ما مقصرة فينا الحمد لله عندنا نعم منهج اللغات من بداية رياض الأطفال ومعتمد عليه ومشت عيالنا لكن التكاليف الباهظة هي هذه طبعا تماشيا مع الحياة كلما أنت عارفة اللي هي مستوى المعيشة الحاليا بدأ كلما ييعله لذلك المدارس الخاصة تتطلب أنه بعد تعلي من هذا الأمر ولكن هو المفروض يكون ليس هناك غلاء يعني إحنا صح نغلي بس ليس في المبالغ الباهظة بعض أولياء الأمور يعني صادفيتهم يتشكون أو أنهم يتضمرون من هذه الظاهرة يقولوا يعني كل سنة صار المستوي يعني كيجوان كان بثلاثم تالف وحين صار بتسعة تالف وبعدين عشر تالف كأن مثل مسكن الأجار كلما يرتفع ولو في مدارس قد تصل إلى الأربعين ألف وخمسين ألف هذا يكسر أو يكل كاهل الأب أو الوالد أنت لا تنسى أن نبعد ولي الأمر لمتطلبات أخرى غير هذا الطالب بس اللي عنده في المدارس الخاصة ربما ليس بطالب واحد ربما أخوته يعني ربما أربعة خمسة يمكن نعم هناك يعني يتعب كاهل ولي الأمر لذلك يجب أن يكون هناك رقابة صارمة من وزارة التربية أو من التنمية الاقتصادية على هذه المسائل ما الذي يجعل الوالد بأن يحوج بأن يضع ابنه في هذه مدارس ذات تكلفة باهظة يعني هناك مدارس حكومية يمكن مثل ما تفضلت ليت حب أنه يكون عنده جيل أكثر وعي يبقى ابنه مثل ما تقولين يكتسب لغاته أكثر يأسسه أكيد هو دائما الولي الأمر ينظر إلى تأسيس ابنه أكثر من أي شيء ثاني فلذلك ما تعرف كل إنسان ولنظرته نعم بالنسبة لمثل هذه الأمور أستاذ عاشا يعني بما أنك أنت كذلك تربوية ومعلمة في هذه التغييرات التي حصلت الآن أكيد أنت يعني تابعت أجيال والآن تغير الجيل يعني إذا نتكلم قبل سنوات كان الطالب مختلف والآن بما أنك كذلك في مجلس أولياء أمور الطالبة كذلك الطلاب يختلفون عندما تكون لديكم حصص تعليمية أو حتى دروس خصوصية بالنسبة للطلاب يعني تقدمونها في مجلس أولياء أمور الطالبة كيف رأيت الطالب الآن؟ يختلف طالب قبل لديه مثل ما تقولي الهدوء الهدوء حسن الإصغاء الاستماع أسفل هالكلمة الإحترام شديد الإحترام كان الآن تحسي الطالب ما ليه بارض لأنه يدرس نعم دائما مشغول البال مشغول الباب شو تفكر في هموم الحياة لا مشغول الباب برع يبقى يطلع يبقى يخلص دراسته ما ليه هل يمكن أستاذة عايشة من طول الأساعات الدراسية جعلت أن هذا الطالب الفعل متعب منهمك يعني مفوضنا يكون فيه لا وقت من اللعب مفوض وقت من الراحة أكيد لازم أو يمكن ربما لكن احنا خلينا نقول في مجال العملية التعليمية نفسها الطالب ما ليه القبول الأول مسبقا ليه الدافع مسبقا كان عنده شغف أنه يتعلم يبقى يتلقى المعلومة بأي طريقة يفتش يسأل عنها يكرر أحينا ما ليه بس خلاص مجرد أنت طرحيتي السؤال أو أنت شرحتي المادة خلاص قلنا من تجدينهم يعني أو نجدهم أنهم متفاعلين معنا في الموقف الصفي نعم إذن أستاذ عايشة كلمة أخيرة قبل أن نختم معك هذا الحوار بصراحة أستعدت بلقائي معكم في هذا البرنامج وبهذه النخبة الطيبة منكم ما شاء الله عليكم إعداد ومقدمين هذه البرنامج وأتمنى من أولياء الأمور أنهم يكونوا وصل متعاون بينهم وبين المدرسة لازم باستمرار لبناء شخصية الطالب ولبناء أبناءهم الطلبة نعم نحن نبغي جيل واعي نبغي جيل يحب نبغي جيل بعده مستمر في حبه للدراسة أستاذ عايشة قبل أن أخطفع شدتني كلمات وعبارات ودي كيف نحن نبغي جيل واعي بما أنت أستاذ عايشة ما شاء الله على التربوية وملهمة وعضوة في مجلس أولياء أمور الطلبة كيف نبغي جيل واعي كيف نبغي جيل قادر وجيل محب للعلم والتعلم ونرتقي بهذه المنظومة التعليمية اكتساب المعلومة سهل وجدا نعم ونحببه في العلم سهل وجدا نعم أبني ابنك وأسسه من بدايته بالقرآن إذا علمت القرآن وكيف يتعلم كل مجالات وأسس الحياة ويحب كل شيء في الحياة في مرة أحد الأشخاص نصحني لنصيحة قبل أنك أنت أم وعندك أبناء أبنائك في أول كلماتهم اطمحيني أنت تكونين أول شخص يعلم أول آية قرآنية نعم لأن هذا سوف يعود لك نعم رأيتش بهذا الشيء أستاذ نعم رأيي موجود ومريت بهذه الذاكرة ولي موقف لحد الآن ما أنسى ودائما في صلاتي وفي كل يعني الدعوات أدعي لبطولة العمر الله يطول بعمره هو شخص أعلمني أول ما بديت أروح المدرسة بديت أعلمني الفاتحة ولازلت لليوم كل ما أستفتح فيها يعني هذا الثواب والجزاء لي إن شاء الله ويجزي الله خير الثواب والجنة يا رب العالمين جميل هذا الأمر عندما يعني عندما تكون أول علم أو الإنسان بالفعل عندما حتى يقول يقولون كلمة دائما كانت تتردد على أسماءنا وقف للمعلم وفيه التبجيلة كاد المعلم وأن يكون رسولا إذن هذا المعلم يحمل راية العلم هذا المعلم رسول للعلم إذن يجب أن يعني نقدر هذا الإنسان بأنه بالفعل هذا الإنسان هو من يعني يمنحنا المعلوم وهنا يعني حتى بالنسبة نحن كأشخاص لدي معلومة ربما من أنا في مرحلة رياض الأطفال وتتبعني إلى الآن أنا ربما أصبحت أم وكبرت في العمر يعني والسنوات تمضي إذن هذا الموضوع يجعل الإنسان بأنه بالفعل يقدر المعلم تفضلتي بأن في حوارك بين الأبناء الآن أصبحوا غير مصغين للمعلمين يعني في هذا المكان وفي هذا المنبر نحن كذلك نوجه للأهالي ونوجه كذلك للأبناء الأبناء يعني يجب أن يعني تستمعون لكلام المعلم في يعني أنا أذكر والله أني ما أنساها في مرحلة التعليم عندما بس لمكات المعلمة يعني ترفع عينها ترفع عينها الصف هدوء نعم يعني هذا كان يعني أنا مش موضوع أني كترهيب لكن موضوع احترام للمعلم أن المعلم يعني بدأ يفقد صبره يعني فقط احترام لا تنسي بعد فقتان الصبر لدى المعلم لطول مدة الحصة نعم نعم أو عدد الكثير للطلاب المتواجدين في الصف لذلك يعني يمكن الأستاذ يكون عنده ضغط ويفقد صبره من هذا الشي لكن على الطالب بعد مثل ما تفضلنا يالس ومرتاح وكذا بعد يبدي للمعلمة هذا الحب يطلع يظهر هذا الحب الاحترام يعني موجود مكنوم في قلبي لكن يظهره له بالمعاملة بالكلام هذه كل حركات يعني المفروض الطالب أنه يسويها نعم ويجب على أولياء الأمور أوجه لهم نصيحة ودعوة تواصل مع المدارس التواصل أولياء الأمور يجب عليهم التواصل مع المدارس ليس بس عشان الدرجات والمستوى الدراسي لا نعم في هناك أشياء ثانية تربط وبناء لين هذا الطالب نعم يعني وجودك أنت كأب أو أم في هذه المكان وفي هذه المساحة يعطي الطالب قوة ودافعية أكثر وشجاعة أكثر وبناء شخصية قوية الذي الطالب ويعتز بوجود أمه وأبو جنبه في كل المجالات أستاذ عايشة الحوار جميل جدا لكن للأسف الوقت داهمنا لأنه بلفع الموضوع التعليم وموضوع تربية الأبناء من مواضيع الجميلة جدا لحتى ربما الساعة ما تكفينا لا نحتاج لساعات وبحر كبير أستاذ عشر بيرك أشكرا شكرا جزيلا وأشكركم على هذا اللقاء من برنامج حديث المساء أشكر ضيفة الأستاذ عايشة عبد الرحيم البيرق عضو في مجلس أولياء أمور الطلبة والطالبات في مدية كلبا على هذه الأراء القيم والإجابات المفيدة على جميع التساؤلات وأيضا شكرا وصول لكم أنتم وشاهدين الكرام على متابعتكم لنا إذن انتظرونا الأسبوع القادم في نفس الموعد في قضية جديدة والموضوع يهم المجتمع تصبحون على ألف خير تقبلوا أجمل التحيات أنا عاشة الزعابي وتحية فريق عمل برنامج حديث المساء ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة